السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون الإملاء دعم سنوي للطواهر الإملائية السؤال الأول أتم بتاء مناسبة قمت بزيارة سياحية لمدينة وليلي التي بناها الرومان منذ أزيد من ألفين سنة وقفت معجبا بالآثار المتبقية التي تثبت أنها خططت بشكل هندسي رائع فشوارعها مستقيمة متقاطعة مبلطة كلها تفرعت عن ساحة عمومية تحيط بها المباني العامة السؤال الثاني أرسم همزة الوصل أو همزة القطع مكان النقط من أهم أعثار وليلي قوس النصر وأطلال المنازل والمسارح ولوحات الفسيفساء الجميلة كل هذه المعالم تجعل السائحة يتصور حياة الرومان القديمة السؤال الثالث أكمل بهمزة متوسطة مناسبة قال أحدهم يصف إحدى الحدائق كان ماءها يتدفق ظائراً وقد انتشرت في أنحائها شجيرات ورد شائكة تتوسطها برك دائرية تنعكس على مائها زرقة السماء فتبهج النفس وتروق النظر السؤال الرابع أتذكر ما درسته لأبين سبب رسم الهمزة المتوسطة كما في المثال فأس رسمت الهمزة على الألف لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح سائحة رسمت الهمزة على الياء لأن حركتها الكسر تأمل رسمت الهمزة على الألف لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح مؤن رسمت الهمزة على الواو لأنها مفتوحة وقبلها ضم رسمت الهمزة على الألف لأنها مفتوحة وقبلها مفتوحة وقبلها